بعض من السوريات ولا اسم إلى الآن من الأسماء المعروفة طلع على فكرة ولا اسم من الأسماء المعروفة الآن تشاهدون مثلا صورة أنس شغري أو هرموش أو طل ملوحي هذا ثلاثي ولا واحد حتى الآن طلع من الأسماء وهذه من أهدافها كما قال كثير من الناس أنه إرباك الناس وتشويشهم وتغطية على مجزرة ما من هذه الأخبار مثلا بارحة بالليل فجأة الناس يعني مثل النار في الهشيم أنه واحد كتب بروديوسر أو حاجزة هيك في التلفزيون السوري أنه مقتل أبو محمد جولاني زعيم جبهة النصرة وين في اللاذقية طبعا انتشر هذا الخبر كالناري في الهشيم غطى يعني على قتل 150 روح بريئة في تفجير إرهابي في سوق وادي برادة وهكذا علما على فكرة أن الجولاني لا أحد يعرف اسماه الحقيقي ولا شكله ومش مكتوب على هويته الشخصية أو جواز سفره أبو محمد جولاني مثلا وعلى ذلك بيقولوا لك حطينا اسمه على المطارات وجمتنا أرصدته بأمريكا وعقوبات عساس هو مفاتح ساب بنكي بـ HSBC الإسلامي في أمريكا وهو مفاتح ساب بنكي بمصرف التسليف الشعبي بدك يفتح بشنكهاي أو نيويورك وبعد 95% من مقاتلي النصرة لا يعرفون اسمه ولا حتى شكله بيسمعوا أنه هو من درعة وعمره في منتصف العمر من الثلاثينيات المهم هذا موضوع طويل لا أريد الخوض فيه كثيرا كان مقتله فقط كذبة وإشاعات آخر زي الفريق اللي بمشي فيه والتغطية على مثلا ما حدث من بالأمس من تفجير في سوق وادي برد وهي حرب إعلام لذلك يا شباب أي خبر يكتب على فيسبوك كبوا نصه ونص الثاني فكروا فيه منيح يعني بيرطيف قديش صار عندنا في كذب بالثورة نتيجة الأخبار وأكبر ثلاث كذبات ربما لعام 2013 هي مثلا أنه الأسد شوفوا الأسد أرسل لمين للإتلاف الوطني أنه مستعد للخروج من سوريا بس مولا حاله مع 145 شخصية من النظام ويسلم السلطة للإتلاف شريطة أن يؤمن الإتلاف ملاذ آمن ويضمن عدم ملاحقة وقضاء إيام بالعقل بالعقل الإتلاف مش قادر يؤمن وثيق السفر لوحد علقان في مطار مقدشو أو حضر كونغو بدك يؤمن خروج 145 واحد من أركال النظام في الأخير كمان طلعت هذه كذب وحكي مش مزبوط هاي واحد ثانيا أنه الأسد مقيم وين في بارجة روسية في عمق المتوسط ويراقب الأمور عن بعد هيك بالنظور علما بيكون عبياكل عدم مؤاخذة تبولة في قصر روضا أو جاي ساعة سبعة سبعة القصر بارسوريا لا تأخذوها إلا من الميدان بالصوت والصورة والنشطين ما شاء الله عليهم بيصوروا لحظة ضرب القذيفة أو الرصاصة إلى لحظة إصابتها يعني لو يستطيعون رؤية الروح ويطال عن بني آدم بيصوروها احذروا الشائعات واخذوا الأخبار من معينها الصحيح كي لا يختلط لا الحابل ولا النابل أقول قولي هذا وأستغفر الله هذه أول نقطة